آخر صورة معنا هنختم بيها فقرتنا توجه كلمة لكابتن محمود الخطيب كابتن محمود الخطيب عادنا مع بعض سنين طويلة أهم نجاحات النادي الأهلي على مدار تاريخه كان كابتن محمود الخطيب موجود وفاكر كل يوم كنا موجودين فيه والدعم والفرق القوي والصفقات والكلام معنا أنا عندي موقف كتير جدا عن كابتن محمود الخطيب ما تحكيتش في أي برنامج ودي حقيقة وأنا ليه الناس دايما بتربط بجد بجد لازم أقول كده في قناة نادينا مش لازم المناصب عشان تحب شخص مش لازم تكون موجود في حاجة أنا بره بقالي سنين بره نادي الأهلي ولا مناصب جوا قناة لكن في ظهر رئيسنا دي اللي هو الكابتن محمود الخطيب في أي حاجة ولا أقبل المساس لي بأي كلمة لأنه يمثل كل الأهلوية رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي هو يمثل كل الأهلوية أعضاء الجامعة العمومية وكل أهلاوي فأنا اتقابلنا أكتر من مرة وأنا كابتن محمود الخطيب حقق المعادلة الصعبة المعادلة الصعبة إيه المعادلة الصعبة؟ لحد اعتزل سنين طويلة وأجيال لما تسأليها وكنت حتى تناقشنا ده وأنا شغال في قناة النادي الآن بجد حاجة لها باللي أنا حقوله بقى ليه ما دورت عليها فلاقيت ليه تسألي ولد 14-15 سنة بتحب مين فممكن فيه أسماء معينة يقولك مثلا أبو تريكا بركات متعب بشعب لكن متفق عليه من كل الأجيال يقولك الولد الصغير 14 سنة كابتن محمود الخطيب يا ابني أنت ما شفتهوش إزاي بتقول كابتن محمود الخطيب وأنت ما شفتهوش عارفت ليه هقولك ليه الأخلاق تنتصر طول الوقت فلما بيقع عندك أخلاق الصغير يحبك والكبير يحبك والكل يحترمك فكابتن محمود الخطيب معتقدش في 110 مليون يختلف واحد على أخلاق الكابتن محمود الخطيب هو ده السبب بس